محل صغير لا يكاد أن يرى بين ضجيج الشوارع في داخله قصة لا نعرف الكثير من تفاصيلها حسين الحساوي الذي فقد بصره منذ أكثر من عشر سنوات بسبب مرض ضمور الشبكية تلاشى الضوء من عينيه شيئا فشيئا لكنه أبصر الأمل فكان محفزا على التحدي أكل معاق ولو موهب الله صحيح أخذ نعمة بس يعطيه نعمة كثيرة الحمد للعرب العالمين عندي مهن كثيرة أنا كهربائي كهربائي منازل سباك كنت مكانيكي بس أنا سيارة الجديدة طبعا ما أعرف لها ونجار على خفيف والحمد للعرب العالمين ما أقول ما أعرف أو ما أقدر أحاول أنا من طبيعة أني أحاول مرة ومرتين وثلاثة يتردد على محل أبو سجاد الكثير من الأشخاص من مدينة صفوة ومناطق أخرى رجالا ونساء هدفهم إيصال رسالة مفادها نحن معك في كل الظروف أهل صفوة من كل مكان حتى من القطيف من ديجونه لما يشوفوا ساعة تصوير الشباب على الواتساب وعلى الاسنابات ويشوف تجديد يجوه من السيهات من القطيف تغيب الشمس كل يوم لكن الضوء المنبعث من زوايا القلب لا ينطفئ هي شمعة تنير الدرب وتفتح طرق الطمأنينة بمزيد من السعادة محله الصغير شاهد على تحدي كبير هكذا يعلمنا أبو سجاد أن ننظر للحياة بزاوية أعمق مما يراه الناس محمد الحمادي الإخبارية من مدينة صفوة القطيف